بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ حبيلي أستاذ مادة رياضيات يسعدني أن ألتقي معكم في سلسلة من الحصص التي نتناول فيها أنشطة مختلفة من برامج أرياضيات للشعب العلمية في مستوى السنة الثالثة ثانوي بهدف مساعدتكم على مراجعة دروسكم ومرافقتكم في تحضير امتحان شهادة الباكالوريا لهذه السنة هذا الامتحان الذي نتمنى لكم النجاح والتوفيق فيه وإذ كنا على يقين بأنكم ستتابعون هذه الحصص بكل جد واجتهاد فإننا ندعوكم إلى مزيد من التركيز وبدل الجهد لتحقيق الفائدة المرجوة مما نقدمه لكم في هذه الحصة نعالج نشاطاً يتعلق بالدلة الأسية نوظف فيه الدلة الأسية ذات الأساس أ لدراسة دلة عددية والآن إليكم نص النشاط أولاً أولاً أش دلة معرفة على آر بالعبارة أشلي إيكس يساوي أسية إيكس نقص إيكس نقص واحد ألف أدرس اتجاه تغير الدلة آش ثم شكل جدول تغيراتها على آر با استنتج إشارة أشلي إيكس على آر ثم بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي إيكس فإن أسية إيكس نقص إيكس أكبر أو يساوي من الواحد ثانياً لتكون الدلة آف المعرفة على آر بالعبارة آفلي إيكس يساوي إيكس زائد واحد في أسية نقص إيكس زائد إيكس نقص واحد سي آف تمتيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس أو إي جي ألف أحسب نهايتي آف عند نقص لنهاية وزائد لنهاية با بيّن أن المستقيم دلتا ذو المعادلة إيجرك يساوي إيكس نقص واحد مقارب مائل للمنحني سي آف بجوار زائد لنهاية جيم أدرس اتجاه تغير الدلة آف ثم شكل جدول تغيراتها دال أكتب معادلة المماس تي للمنحني سي آف عند النقطة دات الفاصلة إيكس سفر يساوي سفر أرسم تي ودلتا ثم سي آف على المجال نقص واحد زائد لنهاية والآن نشرح في حل النشاط الجزء الأول لدينا الدلة آش المعرفة على آر بالعبارة أش لإيكس يساوي أسية إيكس نقص إيكس نقص واحد السؤال ألف من الجزء الأول يطلب مننا دراسة اتجاه تغير الدلة آش ولذلك سنحسب الدلة المشتقة آش فتحة لاحظ عزيزي الطالب أن الدلة آش هي مجموع لدلتين معرفتين وقابلتين للاشتقاق على آر إحدهما الدلة الأسية أسية إيكس ومشتقاتها أسية إيكس والأخرى الدلة التألفية ومشتقاتها نقص واحد وبالتالي يكون من أجل كل إيكس من آر آش فتحة إيكس يساوي أسية إيكس نقص واحد ندرس إشارة آش فتحة إيكس لدينا آش فتحة إيكس يساوي صفر هذا يعني أن أسية إيكس نقص واحد يساوي صفر أي أسية إيكس يساوي واحد ونعلم أن الواحد يساوي أسية صفر إذن المعادلة تكافئ أسية x يساوي أسية 0 أي x يساوي 0 وهذا يعني أن الدلة أشفتحة تنعدم عند x يساوي 0 أشفتحة لx أكبر تماماً من السفر هذا يعني أن أسية x نقص 1 أكبر تماماً من السفر أي أسية x أكبر تماماً من 1 هذا يكافئ أن أسية إيكس أكبر تماماً من أسية صفر أي إيكس أكبر تماماً من الصفر وبالتالي يكون جدول إشارة آش فتحة الدلاء آش فتحة سالبة على المجال نقص لنهاية صفر ومجابة على المجال صفر زائد لنهاية وتنعدم عند الصفر إذن الدلاء آش متناقصة تماماً على المجال نقص لنهاية صفر ومتزايدة تماماً على المجال صفر زائد لنهاية إذن يكون جدول تغيرات الدلاء آش كالتالي الدلاء آش متناقصة على المجال نقص لنهاية صفر ومتزايدة تماماً على المجال صفر زائد لنهاية ولدينا أشلي صفر يساوي أسية صفر نقص صفر نقص واحد أي يساوي الصفر السؤال البا يطلب منا استنتاج إشارة أشلي إيكس على R لاحظ عسيسي الطالب من جدول التغيرات أن الصفر قيمة حدية صغرى للدلة أش تبلغها عند إيكس يساوي الصفر إذن من أجل كل إيكس من R أشلي إيكس أكبر أو يساوي الصفر وبالتالي يكون جدول إشارة أشلي إيكس كالآتي الدلة أش تنعدم عند الصفر مع ذلك تكون الدلة أش موجبة تماما السؤال الموالي نبين أنه من أجل كل عدد حقيقي إيكس فإن أسية إيكس نقص إيكس أكبر أو يساوي الواحد من السؤال السابق لدينا من أجل كل إيكس من R أشلي إيكس أكبر أو يساوي الصفر أي أسية إيكس نقص إيكس نقص واحد أكبر أو يساوي الصفر أي أسية إيكس نقص إيكس أكبر أو يساوي الواحد ثانياً لتكون الدلة أف المعرفة على R بالعبارة أفلي إيكس تساوي إيكس زائد واحد في أسية نقص إيكس زائد إيكس نقص واحد السؤال ألف يطلب منا حساب نهايتين أف عند زائد لنهاية ونقص لنهاية نبدأ عند زائد لنهاية أو عند نقص النهاية لدينا نهاية إيكس زائد واحد لما إيكس يقول نقص النهاية تساوي نقص النهاية ونهاية أسية نقص إيكس لما إيكس يقول نقص النهاية تساوي زائد لنهاية وبالتالي يكون نهاية الجداء يساوي نقص لنهاية ولدينا كذلك نهاية إكس نقص واحد لما إكس يقول نقص لنهاية تساوي نقص لنهاية إذن نهاية المجموع تساوي نقص لنهاية إذن نهاية أفلي إكس لما إكس يقول نقص لنهاية تساوي نقص لنهاية ولحساب نهاية أفلي إيكس لما إيكس يقول زائد لنهاية نحتاج إلى حساب نهاية إيكس زائد واحد في أسية ناقص إيكس لما إيكس يقول زائد لنهاية وهي حالة عدم تعيين من الشكل زائد لنهاية في صفر ولإزالة حالة عدم تعيين نغير من شكل الدلة أف تعلم عزيزي الطالب أن أسية ناقص إيكس يساوي واحد على أسية إيكس وبالتالي أفلي إيكس يساوي إيكس زائد إيكس ناقص واحد أي إيكس على أسية إيكس زائد واحد على أسية إيكس زائد إيكس ناقص واحد تعلم عزيزي الطالب أن نهاية أسية إيكس على إيكس لما X يقول إلى زيد لنهاية تساوي زيد لنهاية وبالتالي تكون نهاية X على أسية X لما X يقول إلى زيد لنهاية تساوي 0 ولدينا نهاية 1 على أسية X لما X يقول إلى زيد لنهاية يساوي 0 ونهاية X نقص 1 لما X يقول إلى زيد لنهاية يساوي زيد لنهاية وبالتالي تكون نهاية أفلي إيكس لما إيكس يقول إلى زائد لنهاية تساوي زائد لنهاية السؤال با يطلب منا أن نبين أن المستقيم دلتا دو المعادلة إقراك يساوي إيكس نقص واحد مقارب مائل للمنحني سي أف بجوار زائد لنهاية ولذلك نحسب نهاية الفرق أفلي إيكس نقص إيكس نقص واحد لما إيكس يقول إلى زائد لنهاية لدينا نهاية الفرق تساوي نهاية إيكس على أسية إيكس زائد واحد على أسية إيكس زائد إيكس نقص واحد ناقص إيكس ناقص واحد إذن يساوي نهاية إيكس على أسية إيكس زائد واحد على أسية إيكس لما إيكس يقول زائد لنهاية ويساوي الصفر ومنه المستقيم الدلتا مقارب مائل للمنحن سي أف بجوار زائد لنهاية السؤال جيم يطلب منا دراسة اتجاه تغير الدلة أف تذكر عزيزي الطالب أن عبارة أف لإيكس هي إيكس زائد واحد في أسية ناقص إيكس زائد إيكس ناقص واحد لدراسة اتجاه تغير الدلة أف نحسب الدلة المشتقة للدلة أف لاحظ أن الدلة أف هي مجموع وجداء ومركب دوال معرفة وقابلة للإشتقاق على أف إذن الدلة أف معرفة وقابلة للإشتقاق على أف حيث الفتحة لإيكس تساوي أسية ناقص إيكس ناقص أسية ناقص إيكس في إيكس زائد واحد زائد واحد وبأخذ أسية ناقص إيكس عامل مشترك نجد واحد ناقص إيكس ناقص واحد أسية ناقص إيكس زائد واحد أي ناقص إيكس في أسية ناقص إيكس زائد واحد ويساوي نقص X على أسية X زائد 1 وبتوحيد المقامات نجد الفتحة لX يساوي أسية X نقص X على أسية X لدينا حسب الجزء الأول من أجل كل X من R أسية X نقص X أكبر أو يساوي من 1 ونعلم أن 1 أكبر تماماً من الصفر إذن أسية X نقص X أكبر تماماً من الصفر إذن من أجل كل X من R الدلة المشتقة موجب تماماً لأن البسط موجب تماماً والمقام أسية X موجب تماماً ومنه الدلة F متزيدة تماماً على R إذن يكون جدول تغيرات الدلة F كالتالي الدلة F متزيدة تماماً على R ولدينا نهاية F لX سما X يقول نقص نهاية تساوي نقص نهاية ونهاية F لX سما X يقول إلى زائد لنهاية تساوي زائد لنهاية السؤال دال يطلب مننا كتابة معادلة المماس T للمنحنة C F عند النقطة ذات الفاصلة X سفر يساوي سفر نذكر بعبارتي F وFH كما هو موضح في الشاشة لدينا معادلة المماس T من الشكل Y يساوي F فتحة لسفر في X نقص صفر زائد F لسفر لدينا F فتحة لسفر يساوي واحد وF لسفر يساوي سفر وبالتالي تكون معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة صفر Y يساوي واحد في X نقص صفر زائد صفر أي Y يساوي X والآن ننتقل إلى رسم المماس T والمستقيم دلتا وC F على المجال نقص واحد زائد لنهاية ومن أجل ذلك نحسب أولا صورة نقص واحد بالدلة F لدينا F لنقص واحد يساوي نقص واحد زائد واحد في أسية نقص نقص واحد زائد نقص واحد نقص واحد ويساوي نقص اثنين إذن نرسم أولا المستقيم دلتا المستقيم المقارب لC F بجوار زائد لنهاية ثم المماس T عند النقطة ذات الفاصلة صفر أي النقطة صفر صفر ثم المنحن C F المنحن C F إذن يبدأ من النقطة ونقص ذات الإحداثية نقص واحد نقص نين ولدينا T مماس له عند النقطة ذات الفاصلة صفر ودلتا مقارب لC F بجوار زائد لنهاية وهكذا أعزائي الطلبة والطالبات نأتي إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلتقي في لقاء وحصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الله على الجميع أول العلم الصمت والثاني الاستماع والثالث الحفظ والرابع العمل والخامس نشره سعيا إلى مرافقتكم وتكوينكم لاجتياز امتحان البكالوريا في أحسن الظروف وبطريقة مبسطة وميسرة ارتأينا تقديم هذه الملخصات التي من شأنها أن تساعدكم على هذا العمل بكل سهولة ويسر وكما يعلم الجميع فإن مادة اللغة العربية تقوم على أمرين إثنين الأمر الأول وهو محاول الأدب والنصوص والأمر الثاني يتعلق باللغة وحين أقول اللغة أعني بذلك قواعد اللغة والبلاغة والعروض وتنفيذا لهذا المسعى نشرع اليوم في تقديم أول درس وموضوعه شعر المنفى عند شعراء المشرقي والمغرب وقد اتخذنا من قصيدة أحمد شوقي من وحي المنفى نموذجا والتي من خلالها نتوقف عند الأهداف التالية أن تقف على مفهوم الحنين إلى الوطن والروح الوطنية أن تتعرف على علاقة الأدب بالسياسة أن تقف عند المعارضة الفنية وتتعرف إلى خصائص شعراء مطلع فجر النهضة وإليكم القصيدة يا نائح الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك أم نأسى لوادينا ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا رما بنا البين أيكا غير سامرنا أخا الغريبي وضل غير نادينا فإن يكو الجنس يبنى الطلح فرقنا إن المصائب يجمعنا المصابين لكن مصر وإن أغضت على مقة عين على الخلض بالكافور تسقينا على جوانبها رفت تمائمنا وحول حافاتها قامت رواقينا بنا فلم نخل من روح يراوحنا من بر مصر وريحان يغادينا كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا لما ترقرق في دمع السماء دما هاج البكى فخضبنا الأرض باكينا فقف إلى النيل واهتف في خمائله وانزل كما نزل الطل الرياحينا ناب الحنين إليكم في خواطرنا عن الدلال عليكم في أمانينا لو غاب كل عزيز عنه أيبتنا لم يأته الشوق إلا من نواحينا والآن ندعوك عزيز الطالب إلى تحليل القصيدة واكتشاف معطياتها ومناقشتها ونقدها ونستهل ذلك بأول سؤال وهو أن الشاعر استهل قصيدته بنداء قال في هذا النداء يا نائح الطلحي ما دللت هذا النداء؟ ماذا يحمل هذا النداء؟ يحمل هذا النداء معنى الفاجعة والألم والحصرة من يخاطب الشاعر بهذا النداء؟ يخاطب الشاعر بهذا النداء المعتمد بن عباد وهو ملك إشبيليا وقد تذكره الشاعر بحكم المكاني ما الذي يجمع بين الشاعر وبين هذا الملك؟ فقد يتساءل الطالب ويقول ما علاقة أحمد شوقي بهذا الملك؟ والجواب بسيط مصيبته ما واحدة وهي النفي والإبعاد عن الوطني فالمعتمد بن عبادي أطيح به ونفي إلى المغربي النفي والإبعاد زاد من حرقة الشاعر وشدة شوقه إلى وطنيه أذكر الأبيات الدلة على ذلك وهات الألفاظ الموحية بحالته النفسية هذه البيت السادس البيت السابع بنا فلم نخل من روح يراوحنا من بر مصر وريحان يغادينا البيت التاسع لما ترقرق في دمع السماء دما هاج البكاء فخضبنا الأرض باكينا البيت الحادي عشر ناب الحنين إليكم في خواطرنا عن الدلال عليكم في أمانينا البيت الثاني عشر لو غاب كل عزيز عنه أيبتنا لم يأته الشوق إلا من نواحينا أما الألفاظ الموحية بحالته النفسية هذه فهي نشجى نأسى بنا يهمي مآقينا باكينا تناغمت القصيدة من حيث أصواتها وحرفها لتشكل بنية تترجم الجو النفسي للشاعر سمي هذه الظاهرة ومثلها من النص تسمى هذه الظاهرة في الأدب والشعر بالموسيقى الداخلية وكما يعلم الطالب فالموسيقى نوعاني النوع الأول نسميه بالموسيقى الداخلية والآخر نسميه بالموسيقى الخارجية فالموسيقى الداخلية هي موسيقى تنشأ عن تناغم الألفاظ وانسجام الحروف وبعض صوت آلف الصور البيانية وبعض المحسنات البديعية وقد نشأت في هذه القصيدة من خلال التصريع الوارد في مطلع القصيدة بالإضافة إلى حرف الروي النون المتصل بالمدة بما فيه من غنة محببة ونغمة حزينة وكل ذلك ساهم في هذا الإيقاع الحزين الذي طبع القصيدة من بدايتها إلى نهايتها الأغراض الشعرية ونعني بها تلك الأغراض التي ألفناها في الشعر العربي القديم من مذح ورثاء وفخر وهجاء الوحدة الموضوعية ونقصد بها أن يتناول الشاعر موضوعا واحدا وتكون الأبيات مستقلة المعنى وهذا ما يعرف بوحدة البيت وهي مظهر تقليدي ألفناه في الشعر العربي القديم اللغة والألفاظ ونعني بها فصاحة اللغة ومتانة الأسلوب فهؤلاء الشعراء أرادوا إعادة الحيوية للشعر العربي والبريق الذي فقده خلال عصر الضعف وآمنوا أن ذلك لن يكون إلا بالعودة إلى الشعر العربي في عصور ازدهاره الموسيقى الخارجية سبق وأن أشرنا إلى الموسيقى الداخلية أنها ذلك التناغم وذلك التآلف في الألفاظ والحروف نأتي الآن إلى الموسيقى الخارجية فالموسيقى الخارجية في الشعر نعني بها الوزنة والقافية فأحمد شوقي نظم قصيدته على وزن البسيطة كما اعتمد أيضا على وحدة القافية ووحدة حرف الروي وهذا يعني أنه مقلد في الموسيقى الخارجية وظهر التجديد عندهم في صدق التجربة الشعورية فأحمد شوقي عايش موضوعه بإحساس ونقله إلينا بصدق فحينما نقرأ هذه القصيدة نشعر وكأننا نعايش مصيبته ونعايش ما يشعر به الموضوعات التي تتعلق بالسياسة والوطني فوطنيات أحمد شوقي منها ما يرقى إلى مستوى الأمثال فدعنا نتذكره في بيته الذي يقول فيه وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي ودعنا نتذكره أيضا وهو يقول في مقطوعة أخرى عصفورتان في الحجاز ضلت على فنن في خاملا من الرياض لا ند ولا حسن مر على أيكهما ريح صر من اليمن حي وقال درتان في وعاء ممتهن فقالت له إحداهن والطير منهن الفطن هب جنة الخلد اليمن لا شيء يعدل الوطن إذن أعزاء التلاميذ فحب الوطن لا يعدله شيء آخر إذن ما مذهب الشاعري انطلاقا من العودة إلى القصيدة نجد أحمد شوقي قلد ابن زيدون في نونيته المشهورة والتي مطلعها أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا نكاد حينا وتناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا محاكيا إياه في الشوق والحنين بعض الألفاظ والمعاني وانظروا معي بنتم وبنا الموسيقى الخارجية والمتمثلة في بحر البسيط وزنا والنون رويا ولكنه جدد في الموضوعات فهو إذن من المدرسة الكلاسيكية الاتباعية الجديدة فهو مقلد ومجدد في آن واحد القصيدة نموذج لشعر المنفى أذكر أسباب ظهوره في الشعر الحديث وبين خصائصه يتلخص سبب ظهوره في العامل السياسي المتمثل في الاستعمار الغربي فالبارودي على سبيل المثال نفاه الإنجليز إلى جزيرة سارنديب وأحمد شوقي نفاه الإنجليز أيضا إلى إسبانيا والأمير عبد القادر الجزائري نفاه الاستعمار الفرنسي إلى تركيا ومنها إلى الشام وخصائص شعر المنفى هي الحنين إلى الوطن الألم والحزن والإحساس بالغربة ذكر وتذكر الأماكن والذكريات ومآثر الوطن فأحمد شوقي على سبيل المثال يذكر النيلة والبارودي يذكر روضة النقنيلي والمقياسي إلى هنا ينتهي درسي معكم أعزاء التلاميذ فكونوا معنا في الحصة القادمة لنكمل نون الوقاية والمضاف إلى ياء المتكلم السلام عليكم أعزائي الطالبة ها نحن اليوم نلتقي لمعالجة أول درس في مدة التاريخ تحت عنوان بروز الصراع وتشكل العالم بعد الحرب العالمية الثانية 1945 كما تعلمون أعزائي الطالبة أن العالم عرف في النصف الأول من القرن العشرين حدثا هاما تاريخيا تمثلا في الحرب العالمية الثانية التي كان إطارها الزماني من 1939 إلى 1945 في هذه الحرب التي غيرت مجرى وملامح العالم ككل في هذه الوضعية عزيزي الطالب سوف نتعرف عن المعايير الأساسية التي شكلت العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية هناك معايير سياسية وتاريخية وهناك كذلك معايير اقتصادية ومعايير اجتماعية وكذلك معايير علمية تكنولوجية أولى المعايير التي سوف نتطرق لها المعايير التاريخية السياسية والتي لخصناها في خمسة نقاط أساسية أولا تغير خريطة العالم السياسية ومن مظاهر ذلك انهزام الدكتاتوريات الفاشية بإيطاليا سنة 1943 والنازية بألمانيا سنة 1945 والعسكرية باليابان سنة 1945 من قبل الحلفاء تقسيم ألمانيا إلى أربع مناطق نفوذ بين الحلفاء بحيث قسم القسم الشرقي أو خضع القسم الشرقي للاتحاد الصوفيتي والقسم الغربي مقسم بين الثلاثة الكبار فرنسا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على أن يعود تسيير شؤون ألمانيا إلى اللجنة الربعية كما جاء في مؤتمر بوتسدام سنة 1945 أضف إلى اتساع رقعة الاتحاد الصوفيتي بعد ضمه لدول البلطيق مثل ليتوانيا وليتونيا إلى آخره أضف إلى انتشار الشيوعية في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وظهور دول كتشيكو سلوفاكيا ويوغسلافيا والماجر إلى آخره ثانيا تراجع دور القوى الأوروبية التقليدية فرنسا وبريطانيا بعد أن كانت هذه الدول أو أوروبا مصرحا للحرب العالمية الثانية وانهيار بناها التحتية وظهور قوتين جديدتين مهيمنتين على العالم من الاتحاد الصوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية اللتان دخلتان في صراع سميها في القموس الدولي بالحرب الباردة ثالثا إنشاء هيئة الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945 هذه الهيئة التي تم إنشاؤها من قبل الحلفاء من أجل نشر السلم والأمن العالمي لكن هذه القوى حولتها عن مبادئها السامية حيث سيطرت على أهم مؤسساتها وخاصة مجلس الأمن عن طريق حق الفيطو أو حق النقض القرارات التي تعارض مصالحها رابعا انقسام العالم إلى معسكرين متناقضين ومتصارعين على مناطق النفوذ بحيث انقسم العالم إلى كتلة شرقية شيوعية بزعامة الاتحاد الصوفيتي وكتلة غربية رأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ودخلوا في صراع كما قلنا سميها في القواميس الدولية بالحرب الباردة وهو ذلك الصراع الذي استخدمت فيه مختلف الوسائل معدى وسيلة المجبهة المباشرة بحيث يسعى كل طرف في تقوية نفسه وإضعاف خصمه بكل الوسائل المتاحة لديه معدى وسيلة الاستدام المباشر الاقتناع الطرفان بأنه إذا كان فيه صراع سوف يكون صراع لا غالب ولا مغلوب أو حرب انتحارية بسبب توازن القوى خامسا انتشار الحركات التحررية في البلدان المستعمرة وتشكل العالم الثالث بعد أن استقلت كله من سوريا ولبنان سنة 1946 والهند وباكستان سنة 1947 واندونيسيا سنة 49 هذه الدول العالم الثالث التي كانت مستعمرة من قبل الدول التقليدية شكلت منظمة سياسية سميت بحركة عدم الانحياز التي ظهرت على الساحة الدولية سنة 1961 وأعلنت بأنها خرجت من ضائرة الصراع لا شرقية شيوعية ولا غربية رأسمالية واتخذت مبدأ الحياد الإيجابي هيا معي عزيزي الطالب لنعيد قراءة النقاط الخمسة المتعلقة بالمعايير التاريخية السياسية أولا تغير خارطة العالم السياسية خاصة أوروبا ثانيا انقسام العالم إلى كتلتين كتلة شرقية شيوعية بزعامة الاتحاد الصوفياتي وكتلة غربية رأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ثالثا ظهور هيئة الأمم على الساحة الدولية سنة 1945 رابعا بروز قوة جديدة مهيمة على العالم وتراجع دور القوى الأوروبية الكلاسيكية فرنسا وبريطانيا وخامسا وأخيرا انتشار حركات تحرر في البلدان المستعمرة وظهور العالم الثالث لعلك عزيزي الطالب قد أدركت بأن هذه المعايير ليست وحدها كافية لتشكل العالم ما بعد الحرب بل هناك معايير أخرى من بينها المعايير الاقتصادية ويمكن أن نشرحها فيما يلي أولا انهيار الاقتصاد الأوروبي وتراجع مكانتها الاقتصادية والسياسية بعد أن كانت أوروبا مصرحا للحرب العالمية الثانية وخرابها وضمارها وانهيار مصانعها وفي نفس الوقت ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر رابح من هذه الحرب بعد أن زاد انتاجها الصناعي بنسبة 75% وانتاجها الزراعي بنسبة 25% واستحواذها على 80% من ذهب العالم كما استفاد الاتحاد الصوفيتي من هذه الحرب لكن بدرجة أقل بعد أن نشر نظامه الشيوعي في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى ثالثا انقسام العالم اقتصاديا إلى قسمين عالم شمال متقدم يزداد تقدما والذي يشكل ربع سكان العالم ويستحوذ على 80% من الثروة وعالم الجنوب المتخلف يزداد تخلفا والذي يشكل 3-4 من سكان العالم ويستحوذ على 20% من الثروة فقط رابعا وآخرها فرض نظام دولي نقدي جديد وذلك من طرف الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية بمختضى اتفاقية بروتن وودز التي كانت في 22 جوليا 1944 بواشنطن عن طريق مجموعة من الوسائل مثل صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة والبنك العالمي للإنشاء والتعمير تتبع معي عزيزي الطالب ذكر المؤشرات الأربعة المتعلقة بالمعايير الاقتصادية انهيار الاقتصاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية استفادة الولايات المتحدة الامريكية من هذه الحرب وثالثا انقسام العالم اقتصاديا إلى قسمين عالم شمال متقدم وعالم جنوب متخلف ورابعا اخيرا فرض نظام نقدي دولي جديد بمؤسساته الفاعلة بعد استعراضنا عزيزي الطالب للمعايير السياسية التاريخية والمعايير الاقتصادية هيا معي نعرج الآن على المعايير الاجتماعية الذي يتضمن عدة مؤشرات كذلك اولا خروج المرأة واقتحامها لسوق العمل بشكل اوسع على غرار العمل في المصانع والمناجم ومزاولتها لمهن كانت حكرا للرجال وذلك بحكم تسخير الرجال في المجهود الحربي وهو ما احدث تحولا عميقا في النسق الاجتماعي ثانيا انتشار واسع لقيم الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الانسان والديمقراطية بفضل اجهزة هيئة الامم المتحدة وكذل منظمات الحكومية والغير الحكومية كمنظمة العفو الدولية ومكتب حقوق الانسان والصليب الاحمر الى اخره بعدما تعرضنا عزيزي الطالب الى المعايير التاريخية السياسية والمعايير الاقتصادية والمعايير الاجتماعية هل هناك معيار اخر يدخل في تشكل العالم ما بعد الحرب نعم الجواب نعم هناك معيار يتمثل في المعيار العلمي التكنولوجي لا يقل اهمية عن المعايير السالفة الذكر ومن مظاهر ذلك تطور العلوم والتكنولوجيات من خلال تطور الاسلحة وتفجير الذرة وتحويلها الى اغراض عسكرية من خلال تفجير القنبلة الذرية سنة 1945 التطور المذهل في تكنولوجيات الاعلام والاتصال واختراع الرادار والكمبيوتر والحاسوب والاقمار الصناعية اضف الى غزو الفضاء الذي استغلته كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الصوفياتي ووظفاه في غزو فضاء منذ نجاح رحلة يوري غاقارين الصوفياتي حول الارض سنة 1957 تبعها تحدي امريكي في هذا المجال عبر رحلة ابولو 11 اكتشاف المضادات الحيوية مثل البينيسيلين من طرف الطبيب البريطاني فليمينك سنة 1941 والذي مثل انذاك طفرة في المجال الطبي وقد عرف هذا التطور المذهل والرهيب بالثورة الصناعية الثالثة وفي الاخير عزيزي الطالب نتمنى انك قد ادركت المعايير الاساسية التي دخلت في تشكل العالم بعد الحرب العالمية الثانية فكيف تتصور معي ميزة وطبيعة العلاقات الدولية بعد هذه الحرب نعم كانت طبيعة العلاقات الدولية مشحونة ومتوترة خاصة بعد ان انقسم العالم الى كتلتين متصارعتين كتلة شرقية شيوعية بزعامة الاتحاد الصوفياتي وكتلة غربية رأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الامريكية ودخل الطرفان في صراع كما قلنا سمي بالحرب الباردة هذه الحرب التي كانت موجودة منذ 1917 لكن هدأت ظرفيا بسبب وجود مصلحة مشتركة او بسبب وجود عدو مشترك الذي يتمثل في المانيا النازية لكن بعد انهزام المانيا سنة 1945 عاد الصراع من جديد لكن بوتيرة اقوى واستخدم كل طرف في هذه الحرب مختلف الوسائل معدى المجابهة المباشرة لاقتناعهما بانها حرب انتحارية لا غالبة ولا مغلوب فيها واستخدم كل طرف كل الاستراتيجيات الخاصة به هذا ما نعرفه اعزاء الطلبة في الدرس المقبل الذي سوف يتناول استراتيجية كل معسكر في مجابهة الطرف الاخر الى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة في اطار التحضير لشاهدة البكالوريا نشرع في تقديم مادة الفلسفة موضوعنا اليوم يتمحور حول الذاكرة يعرف لالاند الذاكرة بانها وظيفة نفسية تتمثل في استعادة حالة شعورية ماضية مع تعرف الذات عليها من حيث هي كذلك نفهم من هذا التعريف ان من وظائف الذاكرة حفظ المعلومات وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة فاذا سلمنا مع لالاند بذلك فان هناك خلافا على مستوى الفلاسفة حول طبيعة هذا الحفظ والتخزين والسؤال الذي يطرح نفسه عزيزي الطالب هنا ما طبيعة الذاكرة هناك من يرى بان الذاكرة ظاهرة فيزيولوجية مادية وهناك من يرى بانها ظاهرة نفسية شعورية في حين يرى اخرون ان الذاكرة ذات بعد اجتماعي فالمجتمع هو الذي يدعو الى التذكر نبدأ عزيزي الطالب بالنظرية المادية التي يتزعمها ريبو اولا ان التطور العلمي الهائل الذي شهده القرن العشرون ادى الى سيادة النزعة الالية التي امتدت الى العلوم الانسانية ففسر سلوك الانسان على اثر ذلك تفسيرا ميكانيكيا وكان ريبو ابرز هؤلاء المتأثرين فاعتبر الذكريات مجرد اثار مادية مخزنة في الدماغ مخزنة في الدماغ بفعل التعلم ومن شأن التكرار ان يرسخها لقد اخذت هذه النظرية افكارها واقتبستها من الفكرة الدكارتية القائلة ان الذاكرة تكمن في ثنايا الجسم وقديما قال ابن سينا الذاكرة محلها التجويف الاخير من الدماغ والذاكرة عند ريبو وظيفة فيزيولوجية مادية ان قطعة الحديد مثلا تتمتع بقابلية التماغنط وتتمتع قطعة القماش والورق بخاصية الانثناء فللذاكرة ايضا قابلية الانطباع للاثار وارتسامها لذلك ننتقل الان الى الحجج التي اعتمد عليها ريبو انها تجارب ابروكا التي اثبتت ان اية اصابة في الدماغ بنزيف دموي تؤدي الى اختلال في الذاكرة الامينيزيا او الافازيا من حججه ايضا تعدد الذاكرة بتعدد الحواس فهناك ذاكرة لمسية سمعية بصرية وهكذا نأتي الان عزيز الطالب الى المناقشة ان هذه النظرية كما نرى تبالغ في ربط الذاكرة بالجسد فقد قال ريبو ان الذاكرة ظاهرة حيوية بالذات نفسية بالعرض ولقد غال الفيزيولوجيون في ذلك حتى قالوا ان لكل صورة ذهنية خلية خلية خاصة خاصة بها مما اثارت ردود افعال كثيرة فقد قال الدكتور يوسف مراد في كتابه مبادئ علم النفس العام ان هذه النظرية نظرية سادجة لا تجهل حقيقة الظواهر السيكولوجية فحسب بل وحقيقة الظواهر البيولوجية لانها نظرت الى ذلك الانطباع على انه حقيقة في حين انه مجرد تشبيه من مؤخذات هذه النظرية انها ربطت الذاكرة بالتكرار في حين ان عملية الحفظ قد تتم دفعة واحدة وايضا اهملت الجانب النفسي الشعوري وبالتالي العقل مع ان الذكريات كما يقول برادين افكار تقتضي محاكمة واستدلالة والخلاصة عزيزي الطالب ان للعامل الفيزيولوجي دوره واثره لكن ان نقابل بين كل فكرة ذهنية وخلية عصبية فهذا امر مرفوض حصل بيركسون السؤال الان ما هو الاقتراح الذي اتى به بيركسون كبديل للتصور المادي انها النظرية النفسية بزعامة بيركسون لقد انتهى بيركسون من مناقشته للنظرية الفيزيولوجية في كتابيه الطاقة الروحية والمادة والذاكرة الى انه لا يمكن ارجاع الذاكرة الى العادة اي الخلط بين الذاكرة والعادة ولا ارجاع الذكريات الى مجرد رسوم منطبعة كالرسوم التي في الالواح ورأى ان الماضي او الذكريات تعود الينا في صورتين الاولى في صورة حركات مخزونة في الجسد كحفظ قصيدة شعرية بلا فهم هذه سماها ذاكرة العادة كحفظ قصيدة شعرية بلا فهم التتكون لديه انطباعات مسجلة في جملته العصبية هذه الذاكرة دون ان تتمثل الماضي اي تستحضر الماضي بوضوح كأن يتعلم الانسان كرة القدم كمهارة رياضية فهو يمارس هذه الرياضة بمهارة يستفيد من ماضيه دون ان يتمثله بل قد ينسى انه درب مرة في الماضي الصورة الثانية التي تعود الينا من خلالها الذكريات في صورة ذاكرة نفسية خالصة كحفظ قصيدة شعرية مع الفهم ومع ادراكه الدافع الى ذلك وكيف وشعور بالزمن وتحليل وتركيب عقلي وبالاثار التي تركتها القصيدة في نفوسنا فالذاكرة اذا عملية نفسية محضة قوامها الشعور لا تقوم على التكرار من بين الحجج التي اعتمد عليها بيريكسون ان الذكريات تصورات وافكار معنوية لا مادية يقول بيريكسون في كتابه المادة والذاكرة الانفعالات من شأنها ان تعيد الينا الذكريات التي اعتقدنا انها ضاعت الى الابد عزيز الطالب نأتي الان الى مناقشة هذه النظرية لا شك ان للعامل النفسي اثره الفعال في الذاكرة لكن الذكريات لا تحدث في غياب الشخص الذي يتذكرها وهذا يعني الاعتراف بالطابع الفيزيولوجي للذاكرة لذلك يقول ميرلو بونتي ان بيريكسون لم يقدم اي حل المشكل عندما استبدل الاثار الفيزيولوجية باثار نفسية وصور عقلية في اللاشعور هكذا نلاحظ ان النظريتين كلتيهما الفيزيولوجية والنفسية لم تبرح ذات الانسان في نظرتهما لطبيعة الذاكرة ومع ذلك بقيت هناك نقائص فما هو البديل الذي يمكن ان نتبين من خلاله طبيعة الذاكرة كان هذا الجزء الاول من درس طبيعة الذاكرة الجزء الثاني ترقبوه في العدد المقبل بحول الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة